اشتركوا في القناة ومن يدعى هؤلاء الجاحدون والمعاندون أي طريق للنقد والتجريح والهجوم إلا وسلكوه وسؤال بديه من أدرى باللغة العربية المشركون من أهل الجزيرة العربية أم المشاككون من دول غير عربية ظن هؤلاء بثقافتهم المحدودة وفكرهم الضيق أنهم قادرون على انتقاد الكرآن الكريم نظروا إلى قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بيتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين نظر المشاككون لهذه الآية في القرآن الكريم وقالوا انظروا هذه إبراهيم مكتوبة بدون ياء فهذا خطأ إملائه وخلونا نصحح كلامهم إبراهيم فقط لم تكتب في هذه الآية بهذا الشكل ولكن كتبت في كل سورة البقرة بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر وبدءا بقى من سورة آل عمران وإلى نهاية القرآن كتبت بالشكل المعروف فيها ياء فلماذا؟ وده يرجع لأن إبراهيم ليس اسما عربيا ولكنه اسم عجامي عبري وزي ما عرفنا أن سورة البقرة تتحدث بشكل رئيسي عن بني إسرائيل وتتحدث أيضا إلى يهود المدينة وخلونا بقى إحنا نقلب الترابيز عليهم في النسخة الإنجليزية من العهد القديم شاء فيه إبراهيم وأبرام وإبراهيم والمفاجأة الكبرى أن هذه الآية الكريمة ذكرت بالتفصيل في العهد القديم في سفر التكوين رقم 17 الآية رقم 124 في القرآن الكريم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين أما بقى في سفر التكوين للأصحاح رقم 17 بيقول أظن واضح جدا التشابه بين العهد القديم والقرآن الكريم والحقيقة أنا مش عايز أتكلم كتير خدت بالك من أبرام في العهد القديم وإبراهيم في الآية الكريمة خدت بالك من سر أمامي وكن كاملا في العهد القديم وقول الله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما وخلونا نكمل كراءة في سفر التكوين رقم 17 فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا يا ترى إيه هو العهد؟ هو العهد بالإمامة كما ذكر في الآية الكريمة وبالفعل أصبح أبرام أبا لأمما قوية كثيرة وتحول اسمه من أبرام أو إبراهام إلى إبراهيم ومعنى إبراهيم أبو الأمم فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم فلا يدعي اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم هو دا المعنى التام للآية الكريمة رقم 124 ولو خدت بالك أن سيدنا إبراهيم عليه السلام سجد لله كما يسجد المسلمون فمن أحق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام من يسجد لله أم من يسجد لغير الله جزاكم الله خيرا دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني